ابنه وصل بسبب رقصة وجسمه الجميل وشكله الحلو حتى أنا في أحد الأشخاص هون في أمريكا فلورز اللي أجو عنده قال لي أقسم بالله أنا أطلع من البيت مهرف أطلع البنات يهجموا على ابني روح على المطار المطار يسكر عمر ابنه كان 17 سنة في هذا الوقت فشوف التأثير السلبي على عمر شخص في أول طلعته بنات يفتح باب البيت آلاف الهدايا بمئات الألاف سوشال ميديا السوداء اللي هي بتلاقي أشخاص بيستفزوا الناس وبيحاولوا يثيروا مشاعرهم عشان يغلطوا عليهم وسبوا عليهم وينشهروا فأنت تخيل أنه أساسك زبالة ومسبات ووساخة فأنت شو راح تكون مجاري يعني ممكن هالمجاري حدا ينظفها وتختفي بعدين طب أنت يا رجل الأعمال القوي الملياردير اخسرت وين حتصف شو هتقولهم فشو راح تلك لهذه الناس أو للشباب اللي عم بيحضرهم يعني إذا قصدك على الشخص الأجبالي يعني جنون العظمة برضو الناس لا سكون وعي أكثر أنا بحكي لكل الناس لكل الناس اللي بتابعونا اليوم إن شاء الله واحة 12 مليون لا تصنعوا من الحمقة مشاهير في ناس حمقة يعني أحمق مبين عليه ولا حبة أنت قاعد بتحطوا اللايكات وتمدحوا وبتخليه مشهور أحمقكم حياكم الله بحلقة جديدة من أبو عمر باكاست ضيفنا اليوم اليوتيوبر المشهور أبو خميس أبو خميس كيف حالك؟ حياك الله يا ميت مرحبا ألا بعمر شرفنا بالحلقة اليوم والله الله يزيدك شرف أنا سعيد أني اليوم معك يا ميت مرحبا الله يسعدك السؤال الجوهري مين أبو خميس؟ حييني عن حلق شوي أوليش أنا بحكولي على اليوتيوب مو خميس اسمي محمد خميس محمد خميس أول إشي موليد السعودية عاش في السعودية عشر سنين ثم انتقل للأردن عشت فيها فترة طويلة وخلال عملي في الأردن اشتغلت في الخليج يعني في أبو ظبي فكانت فترة هيك ممتازة وجميلة بعدين انتقلت في الـ 2017 في بداية الـ 2017 لأمريكا يا ميت مرحبا حياك الله بأمر أنا الكل بعرف أبو خميس اليوتيوبر التيكتاكر المشهور كيف دخل محمد خميس لعالم السوشال ميديا؟ تمام بداية يعني الواحد لو يرجع لبداياته في الـ 2008 كانت اللي هي بداية ثورة التصوير وتطور التصوير ففي الـ 2008 صحت لي هيك فرصة جميلة كنت بعشق التصوير يعني أنا محمد خميس كان مصور العيلة حيلا دايما روح يستاجر كاميرا يلا أخل حفلة وقداش أجال الكاميرا نص ليرا ونص تحط فيها فيلم تاخدها انت على الكوداك التحكي الكوداك قديم تسحب حالك وتطلع هالرحلات مع هالشباب سواء في المدرسة أو في البيت تصور العائلة دايما مصور العائلة فكنت بحب الرياضة بشكل كثير قوي كنت أحضر الدوريات العالمية وأحضر الدوري المحلي طبعا عمي علمني كيف أروح على الملاعب وهيك فالمهم بعدين اشتركت في منتديات كورة اللي بتذكرها موقع كورة ومن أقدم المواقع اللي كانت يعني تحكي عن كورة القدم قديم يعني جدا موقع بحريني فمن أيامها وإحنا مشتركين وكنت أكتب مقالات وأصور وفكنت أحب هاي الشغلات فيوم من الأيام صحت لي فرصة كنت جالس على المدرج يا أخي أجتني هيك فكرة بتطلع هالمصورين كيف في الملعب فقلت يا أخي نفسي في يوم من الأيام أنه ليش لا أكون أنا مكان الأشخاص اللي تحت حالو فيوم الأيام كم كان عمرك الحكي هذا تقريبا بتحكي في يعني الأشرينات أوائل الأشرينات أو منتصف الأشرينات حالو فاللي صار إنه بس يعني تمنيت هاي الأمنية فبعد فترة هي قليلة بيحكوا للشباب في موقع عنده المصور مسافر أنا بعرفهم الشباب المصورين بعرف الشباب في الموقع فحكوا لي شو رأيك بصفتك أنت شوفك بتحب التصوير وكذا تأخذ الكاميرا نطلع لك باجة من الاتحاد اللي عنده نكون القدم وتنزل تصور هاي المباراة حكت له محاضر أنا جاهز جاهز أنا جاهز لهاي اللحظة بحق ما بلاش تحقق بالضبط فانزلت في الملعب ومسكت هالكاميرا كانت قديمة اسمها 5D وكان عليها حتى بتذكر زوم من 100 إلى 300 يعني من أضعف الكاميرات اللي كانت بين الشباب اللي قاعدين معي في الملعب كلهم معهم كاميرات بآلاف الدولارات أنا معي كاميرا بسيطة يعني مش زي تبع الرنج أنا سيارتي بسيطة لا كاميرا بسيطة معنا بسيطة فالمهم بلاشت أصور يا أخي نزلت هالصورة هاللابتوب ورفعتهم على الويبسايت فش يعني بتحكي عن نص ساعة فقط أجاني اتصالات هائلة من الشباب من الناس بتعرفني من الناس لأنه بكتبوا تصوير محمد خميس أكيد حفظ بحكولي إحنا ما كانش عنا مصورين هدول اللي كانوا عنا مش مصورين أول ما احترامي لكل الشباب الكامير فحكوا أنت من الناس المبدعة اللي طلعت إشي أول مرة من شوفه على المواقع ومن هون كانت البداية أبدا بعدها ما تركت الكاميرا فاشتغلت مع عدة مواقع ومواقع كبيرة في الأردن اشتغلت مع وكالات اشتغلت مع شركات كنت أوفيشال فوتوغرافر لكثير إفنتز في الأردن من ضمنها بتحكي عن ماراثون الأردن تحكي عن رالي بتحكي عن ريد بول بتحكي عن درافتينج كل هاي البطولات وسبعت كما الفيفا والفيفا نعم أنا عندي معتمد في الميديا تشانل في الفيفا اللي هي بتغطي كل بطولات كأس العالم وهاي معتمد يعني أي لحظة بقدر أنا أروح على أي بطولة كأس عالم سواء كأس العالم لعندي كأس العالم للشبات كأس العالم للشباب ما عدا لهو كأس عالم الفيفا اللي هي البلد بترشح مصورين بس أنا بقدر أقدم عليه فأنا مؤهل إنه أصور بالفيفا طبعا اشتغلنا مع كثير وكلات كمان ومواقع اخبارية فهذا أعطانا زي ما تحكي experience وكاننا دور كبير في مجال التصوير فنرجع لسؤالك هون كيف محمد خميس ساجي أمريكا في فترة 2016-2014 كنت بشتغل يعني مع أكبر مجلة تقريبا في أبوظبي بشتغل كمان مع مذيعة الله يذكرها بالخير هذا الشيباني كان هذا موقع بغطي تقريبا كل الفعاليات الرياضية وكنت بشتغل مع مواقع خارجية برضو كشغل فريلانس وإلي شغلي الخاص يعني فبهديك الفترة محمد صار عنده طموح أكبر صار عنده رؤية إنه طب أنا خلاص لهون بس بدي أظل مصور للمجلة هاي أو أوكي علاقات واشي حلو وسفرات وفنادق حلم اللي كان حلم آآ آآ بزرق كان حلم ولكن سبحان الله الإنسان بس يوصل لنجاح بصير بده بصير نجاح شي عادي فبدوره عن نجاح أكبر فمن هون شاءت الأقدار إنه أنا كنت خاطب في الـ 2014 ومرتي أهلها راحوا سكنوا في أمريكا فحكت لي طبعاهم معهم جنسيات من زمان فحكت لي شو رأيك حكت له والله أنا عندي طموح يعني قد تكون خطوة ممتازة فليش ما نقدم ونروح نجرب يعني حتى كان طموحي إنه أنا أشتغل مع الوكالات العالمية كنت أشوفهم بشتغلوا official photographer للميديا بالفيفا يعني تشوف هذول مصورين أمريكان كذا كنهم بشتغلوا مثلا مع get images مع هاي الوكالات الضخمة فهم بكونوا استلميوا الشغل فحبيت نظام شغلهم وكيف أنهم بيطلعوا على كل البطولات وكذا فقلت يعني ممكن يكون لي فرصة في أمريكا ممكن الواحد هناك يقدم فقدمنا وتوكلنا الله وجيت في شهر ثلاث لالفين وسبعطاش كنت في شيكاغو وصلت هناك طبعا في شيكاغو بديت من هناك طبعا أي شيء اللي بديته بالضبط تمام أنت جيت هونها كنت مصور طبدي هلأ دراستك كانت في دراست شيء عن الميديا عن التصوير أنا دراستي كانت دبلوم آي تي كنت بشتغل في مجال الكمبيوترات ما قبل الفين وثمانية كان عندي محل كمبيوترات أصحي شبكات وصيانة الكمبيوترات يعني كنا نعمل بالضبط فكنت بشتغل ما هو كانت هذيك هواية وهاي مهنة وهي مكملة لبعض يعني يعني اللي عنده مهارة التصوير لا يسكن عنده مهارة الكمبيوتر فترة هاي أو قديما يعني يعني بالالفين وثمانية بقى روش إذا قديما أو لا أيام اللون بالضبط فعليا كانت نقلنا محيية ما بين الكاميرا العادية للكاميرا الديجيط بطلنا عن الكاميرا الكبيرة صار كله على الكاميرا الصغيرة فعليا الفين وثمانية وطالع صار اختلاف كلي فهذا كانت مجال دراستي وعملي بعدين انتقلت يعني خلال مجال عملي أنا يعني كان في مراحل كثيرة بس يعني التفاصيل الكبيرة يعني إذا في عندك وقت جاهزين احكينا 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 يعني ايش هاي اثرت عليك على الدخول على السوشال ميديا لأنه هلأ كثير شباب عم بفكروا يجوا على السوشال ميديا شباب حابين يعني غرسوا في هذا الموضوع بقول لك أنا بعرف أنا بعرفش هل لاجب أكون أنا مثلا مصور محترف لحتى أدخل ولا يعني انت رأيك في الدخول على العالم السوشال ميديا تمام شوف هسا مجال السوشال ميديا يعني مجال كثير واسع كثير كبير يعني صراحة أنا كخبرتي كمحمد موضوع التصوير والشغل في مجال التصوير أضاف يعني أضاف إضافة كبيرة لموضوع السوشال ميديا لأنه هو جزء أساسي أنت بس تيجي تحكي عن أفضل يوتيوبر الآن في العالم تحكي عن بروديكشن ورا إخراج تصوير بس تحكي عن أفضل يوتيوبر عربي مثلا جوح الطاب صديقنا وحبيبنا عم تحكي عن تصوير عم تحكي عن مونتاج يعني الموضوع هذا إشي أساسي يمثل عفوا يمثل أكثر من يعني بتحكي عن سبعين بالمية من الفيديو لأنه بالنهاية ثلاثين بالفيديو اللي هو المحتوى اللي أنت بتقدمه يعني تبقلش أنه خمسين خمسين شوف هلأ إحنا بنحكي كمحتوى إذا كان محتوى هادف أوكي إذا المحتوى أنا لست مجيشش على طريق طبيعة المحتوى يعني المحتوى اللي بتقدمه أنا قصدي إنه كان محتوى وظابط نظب نظب مية بالمية هذا هو فهي هاي الأمور كخبرة ساعدت كثير محمد خميس في صناعة المحتوى وإنه نوعا ما أكون نوعا ما متميز في موضوع الإخراج والتصوير والمنتاج شو رأيك بالسوشال ميديا الحالية ما بنحكي أشخاص بس الرأي العام نعني العام بيصير على السوشال ميديا والله أنت بتحكي السوشال ميديا حالية يعني إحنا منحكي عن ملايين البشر اللي على السوشال ميديا العربي خلنا نحكي العربي طيب إذا بدنا نخصص العربي وين العربي في الوطن العربي هلأ إحنا إحنا اللي بنعرف هو أنه الأردن رقم واحد في وطن العربي في صناعة المحتوى هذا يعني عم بيحكوا في العالم هي كثرة صناعة المحتوى ومغيش صناعة المحتوى حلو جميل حلو إحنا محسبين عليهم إحنا لازم نحسب عليهم عندك الخليج العربي كمان في صناعة محتوى رائعين المحتوى عم يختلف طبعا احنا بنحكي عن عرب برضو موجودين هون لانه هون اغلب متابعين هم راح يكونوا من الوطن العربي شو رايق باللي عم بصير في صناعة المحتوى تمام لو بنرجع في الزمن تحكي عن ثمان سنين سبع سنين او اكثر يمكن تحكي كانوا صناعة المحتوى بنعدوا عدد الايد كانت اصلا صناعة المحتوى من قبل اللي هي برامج يعني مذعين ناس متخصصين درسين اعلام عم بيطلعوا بيقدموا للناس مواد مصورة وبعرضوها منهم مثلا اكبر واحد اللي هو يعني اكثر صناعة المحتوى بكون هو قدوتهم اللي هو احمد الشقيري يعني من الناس اللي قدم خواطر وكان برنامج ناجح ورائع ومميز وكثير ناس تأثرت فيه حتى من الناس اللي تأثروا فيه جوح الطاب يعني جوح الطاب كان قدوته مثلا الشقيري فكانت كانت هون صناعة المحتوى كبداية ولكن بس تيش تحكي عن مراحل بتحكي عن ظهور مواقع الدواصل بقوة من فيسبوك استجرام سنابشات الان تيك توك اتقد فترة تيك توك الفترة الماضية خلال السنوات الماضية غيرت خريطة صناعة المحتوى في العالم صار التار aspire تبع النجاح محتوى ساقط محتوى لا أخلاقي حتى لدرجة كثير دول يفكروا في إغلاق تيك توك في دول محظور سعودية الآن لغة صحيح قد يلغون أسباب سياسية أو أسباب اقتصادية ولكن هو أسقط الجيل الحالي أخلاقيا هذا اثنين ما بعترضوا عليه ولكن بالنهاية اللي عنده بيئة صالحة سواء في الأسرة في البيت في العائلة أكيد ما رح ابنه يتأثر زي تأثير الشخص اللي مثلا أهل مجدرين عنه وشربينه تربيه صالحة رح يتأثر في هذا الموضوع بشكل واضح حتى أنا في أحد الأشخاص هون في أمريكا ابنه وصل بسبب رقصة وجسمه الجميل وشكله الحلو ملايين المشاهدات وملايين الفلورز قال لي أقسم بالله هو مسلم وعربي وابنه مسلم وعربي قال لي أقسم بالله أنا أطلع من البيت مهرف أطلع البنات يهجموا على ابني روح على المطار المطار يسكر عمر ابنه كان 17 سنة في هذا الوقت فشوف التأثير السلبي على عمر شخص لسه في أول طلعته بنات يفتح باب البيت آلاف الهدايا بمئات الألاف مقدمة من شركات من كذا بس اعملنا إعلان مقابل 30 ألف قبل 20 ألف فشوف ضخ الفلوس بيجبر هذا الشخص ينحرف بيجبر هذا الشخص ينحرف مجرد بس إنه رقص وكان شكله جميل وحلو هذا بالنسبة لهم محتوى هذا ترند فشوف هذا اللي بحكي لك عنها كيف تغيرت خريطة صناعة المحتوى في العالم بسبب المنصات اللي خلت في تبييخ ومياعة في موضوع المحتوى ولكن في ناس الآن في ناس بتقاوم وفي ناس أنا بعتبرها مقاومة نعم إنت بس تكون بين زي ما تحكي تيار أو قطيع وإنت ماشي عكس القطيع هذا بالنسبة لمقاومة إنك تحافظ أول إشي على عداتك على تقليدك على دينك على أخلاقك بالضبط وتصنع محتوى مناسب ويفيد الناس يعني صراحة أن أنا بسألوني ليش عم تعمل بودكاست ليش عم تعمل سوشال ميديا شو جوابك على الموضوع هذا أنا شخصيا أنا كثير شباب بقعت محمد صنع محتوى الشباب الجاي أو حتى الجيل الجديد اللي عم بيبسك كاميرا عم بيعمل منتاج بقول لك يا عم أنا ما بدي أدرس ليش ما بدي أدرس قال أنا بدي أطلع على تيك توك أنا بدي أطلع طب أنت يعني ترقت كثير أشياء من حياتك وفكرت في مجال واحد طب خلص التيك توك خلص يعني إله فترة وراح يعدي يعني فأنت لما بتحكي محتوى صار هابط بس بنفس الوقت التيك توك المرة هاي يعني نحك عن غزة كان سبب رئيسي في توصيل فكرة العالم يعني مشكلة مشكلة التيك توك ولا المحتوى مشكلة في الأشخاص أنا هيك بحس شو رايخ في الموضوع صحيح هلا الأشخاص يعني أنت بتحكي عن جيل نعم بتحكي عن جيل كامل هلا قد يكون شخص محتوى تافه ولكن طلع وصل رسالة هاب بالنسبة يعني إلي أنا بتطلع لها كيف أنه قد ينصر الله أمر أو قضية بشخص ظالم أو كافر أو 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 إلى آخر يعني هاي زي ما تحكي ربنا سهل هذا الإشي يعني زي كيف بقول لك اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يعني هذا مثل قد يقبل أو قد لا يقبل ولكن هي الفكرة أنه إحنا منحكي عن صح المحتوى تغير ولكن صحيح في رسائل وفي ناس قد بفيدوا القضايا زي قضية غزة وبيفيدوا القضايا العربية وقضايا المسلمين أساس يعني أنه يوصلوا رسالة مهمة للناس يعني هسا أنا ما بقول لك أنا ما بدي أروح لل زي ما تحكي بسوداوية لصيحة المحتوى وما بدي برضو زي ما تحكي أقول لك أنه موضوع هي يعني في ناس هيك وفي ناس هيك ولكن الآن سيء اللي طاغي لك بالضبط أنت كتحكي منصات يعني تيك توك أنا برأيي منصة للفيديوهات القصيرة والسريعة للأشخاص اللي ممكن ما بتطلعوا على الثقافة أو ما بدهم يتعلم معلومة كاملة ما بدهم معلومة كاملة بس تحكي مثلا يوتيوب ممكن تحكي فيسبوك أنت عم تطلع على منصة تعليمية الفيسبوك عبارة منصة تعليمية الآن أنت بك تصلح سيارتك بتروح على اليوتيوب بتفتح اليوتيوب اللي بنرقط منه زيت ويوتها أبصر إيش بتلاقيها صح ولا لا صحيح بس إذا بدك تروح على تيك توك راح تلاقي معلومة صغيرة ممكن ما تستفيدش منها وتضيعك وتصير بدك تدور على الأساس صحيح فالأساس راح يكون على المنصات الكبيرة المنصات الكبيرة في جزئين في الفئة اللي عم بتصور محتوى مفيد وفئة اللي عم بتصور الانترتيمنت اللي هي الفكاهة الفكاهة والمزيح وكذا والناس بيجي بيقول لك أصلا أنا بحب شمو خميس يا أخي هزلة مني كد أرى هاي أرى ماشي يعني بنازل بيصور لي أكشين وبصور لي مواضيع مهمة وبصور أنا بدي أضحك أنا بدي أتابع مثلا شخص بضحكني شخص فني شخص أحب القصة التافة أنا أنا حر هو حر ومن نهاية إحنا مش زي ما تحكي دورنا دورنا كصنا محتوى يعني دور توعوي هلأ السؤال القوي شو رسالتك لصناعة المحتوى الآخرين أسألنا لو بدي أرجع لبداياتي قبل ما أنصحهم ليش دخلت صناعة المحتوى كلام جميل بس جيت عامريكا صراحة يعني دهما أنا بعتقد يعني هاي تجربة شخصية إنه إذا فت أمريكا لازم الشخص اللي بيستقبلك يكون شخص ناجح إذا استقبلك شخص مثلا على سبيل المثال يعمل في مجال معين ممكن يسحبك عليه عشان هيك بحكي شخص ناجح لأنه لو بيشتغل في مجال معين وناجح ممكن ينجحك معه زي ما بيقولك رافق السعيد مسعد تسعد تسعد فهي هي فبس جيت لقيت أو شي نقص معلومة ما لقيت معلومات كافية كنت أسأل الأجوبة يعني تسعين في المية بليه مطعم بليه مطعم لا حتى معلوماتهم العامة عن البلد يعني مثلا أنت بتسأل كيف بدي أعمل كذا لا أوها أعمل كذا الشرطة ابعد عنهم مثلا نعم نعم يعني كلها معلومات مغلوطة فبس شفت حالي إنه في عندي نقص معلومات هائل فحكيت محمد يعني أنت عم تقرأ وتتعلم وعم تبحث على المعلومة فعم تحصل المعلومة بالمقامل أنا قاعدت سنة وسنتين وثلات بسأل الناس كل معلوماتهم غلط وعندي مقدرة إنه أوصل هاي المعلومة فبس بلش صناعة المحتوى كان الهدف الأساسي الهدف الأساسي بلا أي شوائب يعني بفكرة كاملة إنه أنا أساعد الناس بالمعرفة عشان أي إشي بيجهله المهاجر الجديد داخل هاي البلد يلاقي المعلومة داخل فيديوهاتي فمثلا بلشت أصور على المهن أول شخص في أمريكا صور على المهن أنا أول شخص كان يعمل لقاءات النجاح مع الناس محمد خميس يعني بلا فخر وبلا يعني هذا الإشي أنا بلشته حتى لو سرقون أخذ الفكرة منك ما عندي مشكلة دائما الناجح بتقلد أكيد وبعدين أنا لو بدي أنجح لازم أقلد شخص ناجح بعدين أنا بطور مستوي هاي الكلمة أطور بالضبط أنا بشوف أبو عمر بقول له رجل ناجح طب كيف ده صير زيه لازم أشتغل على الخطوات اللي اشتغل عليها بس أشتغل على الخطوات اللي اشتغل عليها لأن أنا وصلت لمستوى خلاص يلا أفكار جديدة خلينا ننجح فهاي هي فأنا نصيحتي لصناع المحتوى أول شي يعني كثير عم نشوف كمان صناع المحتوى بدخلوا هاي الفترة وخاصة هون في أمريكا بدخلوا بس بشوفوا مثلا والله صانع المحتوى عنده علاقات بشوفوا الناس تحترموا ممكن فوت مطعم مريضي شي يخذ منه صعب المطعم يا بصريش فهي كهي وبالنسبة لهم انت ناجح حب الظهور لأنه هاي مهمة حب الظهور يعني زي كيف شخص غني وشخص مشهور هم تقريبا من نفس الليفل نعم حتى هلأ المشهور صار مهم أكثر مش دايما أنا برأيي لأ قوة المال بتضل قوة المال مي بالم لأنه قوة المال تشتري الشهرة نعم بس الشهرة مرات في صعوبة إنك توصل هنا توصل للمال للنفوذ تبع المال فيه طرق بس ما بتوصل لنفوذ تبع المال يعني فيه أنا بعرف ناس ناجحين جدا وعندهم ملايين ولكن كل ما يفتح مشروب بيخسر وعنده إدارة للمال نعم 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 فنصيحتي صناع المحتوى الإجداد وبدوهم يفوتوا ولا نغفل إنه فيه حصائية إنه كل يوم عم بفوت عشر ألاف صانع محتوى عالميا على اليوتيوب على اليوتيوب كل يوم عشر ألاف صانع محتوى من العالم رقم خطير فإنت بس بدك تنافس عشر ألاف صانع محتوى في يوم عد على ثلاثين على ثلاثين يوم كدهش بنحكي نحكي عن ثلاثمائة ألف شهريا على سنة كدهش بنحكي إحنا شهريا للمبارات الشهرين ثلاثين ثلاثمائة ألف وتنافسهم إذا كنت زقرت ممكن تعمل عشرة فأنت بتحكي منافستك مع ثلاثمائة ألف إنت واحد بالمليون هذا هو فعشان تنافس بس لازكون عندك كثير أمور بداية بداية أول إشي اللي هو المحتوى يعني كثير إحنا بنشوف صنع محتوى بمسك فيديو إبراهيم الشريف بروح بقلده بمسك فيديو جاد معنون بروح بقلده طب بعدين يعني حتى صرنا نشوف أسماء إيش اللمسة تعتقد حتى صرنا نشوف أسماء كبيرة عم بتقلد حتى بتقلد في الطريقة في الأسلوب طب يا أخي إنت إليك شخصيتك حط لمستك بس حط لمستك يا أخي دور على مواضيع ما حدا سواها من قبل أنا بحكي لها فكرة دائما صرنا على المحتوى اللي بيسألوني يا أخي في أفكار اسأل اشتري فكرة عادي في ناس بتدفع فلوس لناس بس تكتب لها كونتنت وأسماء كبيرة وأسا بعد لك إياهم إذا بدك كلهم مدفوع هذا مش بيجيبه من مخه صانع المحتوى عبارة عن اليوم ممثل وظيفة رسمية عنده مصور عنده منتير عنده واحد يكتب له هو بس عليه يطلعها الكاميرا بشخصيته صوته الجميل ويحكي في ناس بس شخصيته قدام الكاميرا في ناس كويسة تحكي بس هو وظيفته مقدم صحيح هم بعرفش يكتب الأشياء مية بالمية هلا أنا راح أتقل لفكرة هذا أخي اليوم إنه إحنا ترقيت تبعنا عرب خلنا نحكي شوف الأجانب بتجيش على أمريكا مثلا روح على روسيا روح على أوروبا وشوف أفكار وقلدهم يعني أنت انقل مثلا خلنا نحكي واحد في ألمانيا بيحكي عن سيارات في الشوارع في ألمانيا أنت تجيب بالعربي عن الأردن والشوارع في الأردن وكيف تتحرك في الأردن فأنا قلت له فكرة حلوة لكن بس اللي عم بصير اللي شايفه إنه محمد خميس عم بعمل هيك بدي أعمل زيه ومو بحطش بصمة برحيم الشريف بعمل هيك بعمل زيه صحيح أو بتجيه لأسلوب التافح أنا بسميه مزعل مني أدخل يوم هيتم قال لي مش تافح قال لي يعني نسميه إسرح محلو وتعني باللس بيلي تافح يعني ما بشوفه إنه إذلال يعني اللي عم بتشوفه على اللايف والطحين والبيض ومش عارف إيه ليش صحيح عم بصيره زي السلعة عم تنباع صحيح فعم تبعد الناس كتير عن إشي الصح هلأ إحنا حكينا نصيحتك إنه الناس تتقي الله خذنا نحكي طيب إنت علاقتك محصلنا عن المحتوى الآخرين كيف هي يعني علاقة طيبة مع الجميع صراحة يعني أنا بحاول في علاقاتي العادية سوري أنا بحاول في علاقاتي العادية معمل عدوات أصلا يعني أنا بحب أنام على الفرشة ما عنديش سؤالي مكاني شخصيا قلت أنا صناع المحتوى بالمجمل هل هناك تنفسية عالية هل هناك مثلا صداقات طريق وبثلا نشتغل سوا ولا كل صناع المحتوى بحاول يسحب الطاولة لجهته والله يعني صناع المحتوى بقول لك هون في أمريكا تحديدا يعني عكس بعض دول العربية قال لي بسمعه في الدول العربية وفيه منافس شرسة فيه كثير حكي فيه مشاكل ولكن هون في أمريكا نوعا ما صناع المحتوى إيد وحدة فيه بعض الأمور المزعجة من بعض صناع المحتوى لا تخلو يعني لا تخلو أبدا لأنه هاي منافسة أنت عندك منافس في السوق ممكن يصيبك منه أعتقد تأثير راح يكون شخصي يعني فيه والله فيه لأنه إذا أنت مثلا هسا متى بتعرف شريكك أو الشخص اللي قد أنك لا بس تشاركه تجربه تحقه نعم زي ما هاي فأنت بتشوف هذا كيف الشخص معك هذا كيف الشخص معك بتجرب ففيه صناع محتوى صراحة سقطوا في التجارب وفيه صناع محتوى نجحوا جدا كانوا رهبين احنا عم نحكي عن صناعة المحتوى وصناع المحتوى هلا الكل عم بيشوفوا الجهة الوردية والجهة الخضراء من صناعة المحتوى ما حقيقة الدخل من وراء صناعة المحتوى هل هو فعليا زي بتحكي الناس أرقام ومليين واشياء زي هيك ولا مش صحيح حكي والله هذا موضوع مهم وحتى أنا كنت بدي أذكره من ضمن النصائح لصناع المحتوى الواحد بفوت بشوف الشباب علاقات وسفرات وحياته حياة الرغية الجميلة شوف صناع المحتوى دول الكمان اللي بيطلعوا بروحوا بيجوا بداية صناعة المحتوى أبدا 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 ما تفكر بفلوس لأنه دخل صناعة المحتوى على كل المنصات في البدايات سواء عندك مئة ألف مئتين ألف تلتمئة ألف تعيشوك طفران لحدة ثلاثمئة ألف من أحكي قادرين نعم طفران حتى على اليوتيوب ولحدة خمسمئة ألف وعلى اليوتيوب اللي بده يعيش معه فلوس ما بعيش من صناعة المحتوى حلو صناعة المحتوى ما بتطعميك خبز يعني أنت لحديد الخمسمئة ألف أنت لسه مش عم بتجيبه خاصة صناعة المحتوى في الوطن العربي وفي أمريكا ولكن الموضوع له يعني وجهين الوجه اللي هو تبع السوشال ميديا دخل السوشال ميديا هذا بتحطه عجنب بتدفع فيه بلاتك خوطيرة أجار دارك إذا جاب أجار دار أمورك تكون طيبة الشغلة الثانية اللي هي العلاقات العلاقات كثير مهمة وكنت كصانع محتوى الناس هي حتيجيك تسلم عنه تحكي لك تشعر بالثقة هذا هو مرحبا بأمور أنا بعرفك مشاء الله عنك شخص كذا أنا بتابعك هاي المكسب تبع صناعة المحتوى فأنت بس تيجي بدك تصنع محتوى لا تفكر أبدا بالفلوس من هون اللي يصير عندك أرقام يصير عندك قوة وصير عندك كونتنت قادر أنك توصل فيه لقلوب الناس فيه ناس أوكي بيعملوا كونتنت وبشتغلوا بس ما حبيتطلع فيهم يعني بعرف اثنين صناعة محتوى واحد يتمنى في الشارع أنه حدا يسلم عليه واحد يتمنى أنه يجيه فلوس ويضل قاعد في الدار وبدو يشوف ناس واو آه ليش هداك مثلا بيصنع محتوى قصصي وهذا بيصنع محتوى بيشتغل يعني بيحكي مع الناس دايما وتفاعل مع الناس فهذا مش مشهور قدام الناس بيعرفوه مثلا اشخاص بيسمعوا قصص محتوى خويس متوحدين هلو يعني إلو ناسه إلو ناسه بس ناسه مش في الشارع هم أصلا ناس في البيوت يعني هي جميلة جدا إنك تشوف ناس بتحبك وبتعرفك بس أنا بحكيش عن تجربة أنا وإخوان بمش في شارع ما حب يعرفني بس بحكي عن تجارب أشخاص يعني سواء اشتغلنا معهم أو اشتغلنا لهم بصفة شي عندي شركة ماركتينج انت دخلت على شركة ماركتينج طال عندك شركة ماركتينج فابل الضبط فابل نشتغل مع صناع المحتوى يعني أنت هم تحكي للعالم أنت ما عندك صانع محتوى نفسك ما كان يدر دخل كفاية اللي أنت لعيدك فصار عندك شغل ثاني لازم كون عندك سايد بيزنس شو ما كان يكون صانع المحتوى الذكي الآن اللي أول فرصة لازم يغتنمها اللي هو يعمل سايد بيزنس أو يكون عنده شغله خاص بعدين يصنع محتوى أو إذا ما كان قادر يصنع المحتوى يكون علاقات ويعمل شغله خاص مع الناس بشوفهم كفو أو يشتغل لحاله لأنه صناعة المحتوى مش دائمة أنت وقفت قد يتوقف الدخل أنت وقفت ممكن تسكر قناتك بسبب غلطة صغيرة لأنه هاي منصات التواصل اجتماعي مش إلنا إلها شركات عالمية وإلها قوانين وقواعي وكثير ناس وكثير ناس سكرت إحساباتهم ويقول لك أنا خسرت كل إشي طب هو لو أنه عنده بيزنس قوي قادر يدعمه بالنسبة له هاي مرحلة وبرجع بعيد بابني يعني مش قصة عظيمة يعني محمد خميس انقطعه لستة أشهر لحد الآن لو لشغلك الحالي أنت على مؤاخر صناعة المحتوى أنا ما فعت كيش بش ليش انقطعت عن السوشال ميديا والله يعني زي ما بيحكوا الجروح بالكف يعني موضوع غزة أثر أثر كثير سواء نفسيا أخلاقيا وكل إشي يعني أنت أنا صراحة بطلت قادر أصنع محتوى وأعطي زي أول وأعطي زي أول وأنا بشوف الناس بالطريقة يعني مين بده يحضرك يعني فيه ناس عفوا يعني خليه نحكي بكل صراحة صانع محتوى بس أجا نزل أول يومين من الحرب أنه تعاطفا مع غزة هسا قال بطل تفرق معه يلا أهلين وأكلوا شرب طب وين إحنا إحنا بني أدمين بشر طب أقل ما فيها إذا أنت بدك تكمل كمل أعطي شوي يعني بين القضية في الموضوع خلص حسن القضية انتست يعني صار صار المحتوى بلاش يسافر بلاش يروح ويجو كذا ولا كأنه في بس مين حياة مش رح توقف كمان ما رح توقف أنا وقفت احتراما أنا إلي بصصية ولكن ولكن كمان توقيف إليه عدة ظروف يعني كان في في تأسيس عندي لشغل كان موضوع غزة موضوع أساسي جدا وما زال لليوم حتى أنا يعني عندي الآن حلقات وموجودة ومش عايف كيف بدي أرجع يا أخي تفهم له وين صعب الأمور صعب الأمور ولكن يعني حتميا إحنا لازم نرجع بس إحنا نتمنى نتمنى من الله الآن إنه يفرجها على هل قبل طبعا إن شاء الله إن شاء الله يا رب يصيروا في وقف لأطلاق النار يعني هذا بالنسبة إنه يوم عيد رح يكون صحي عيد وقف القتل والذبح في العالم الله يعينهم يا رب أمين يا رب ويعني الله يعني وقف عليهم هاي الحرب الصعبة جدا صراحة قتلة حقيتها قبل شوي شغلة عجبتني اللي هي عن أصدقائك الاثنين هذول انت حكيت إنه هذا الزلمة بطلع الناس مشهورين بيحبوه الناس مش عارف هدخ بيحبهوش هلأ محمد خميس قدام الكاميرا نفسه محمد خميس مع الناس يعني اللي بيحضرك بيشوفك على التلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى التيك تاك نفس الشخصية اللي أنا لما ألاقيك بالشارع وأسلم عليك راح تكون نفسك تمام والله السؤال أزنسألك إياه أمار دعا تعوجه طيب صراحة بنسبة لمحمد صناعة المحتوى توصيل رسالة وأفكار ومعلومات المشاهد أو صانع المحتوى اللي بنتظر بس مشاهدين ويحكولوا أنت والله طبيعي زي ما أنت ما شاء الله عنك زي الفيديوهات أنا ما بنظر للشهرة أنا صراحة أنا بنظر للفائدة اللي بنتظر الشهرة وبنتظر الناس تقيموا تقيم شخصيته صراحة بحب أقول لك هذا عنده نقص أنا مني وعلي بكون في عكات كثيرة بالفيديو بكون بغلط بالفيديو يعني آه يلا عيد عيد خربطت هون أنا فهم كيف بس ما بطلعها يعني هيك حصير طبيعي مثلا لو أكيد لا لا بس أنا بدي أوصل لك المعلومة الصحيحة الصحيحة وبأسرع إشي وبطريقة أنت تضلك تحضر الفيديو لما تسمعها كاملة أنا هون بهمني عشان هيك كثير ناس بقول لي محمد إحنا ما منعرف إيش أنا حياتك الشخصية ما منعرف مين محمد أنا اللي جننتهم أنا ما بدي تعرف يعني أنا اليوم أول مرة في حياتي بحكي معلومات ولا عمري حكيتها ولا أحد بعرفها طبعا هذا المودكاست يعني إحنا باستضافة أبو عمر وخلص ضيوف زي ما بيحكوا الضيف وبيدو سيف أسير أسير المعذب أنا بأيدي سيف الله يساوحك أبو عمر فبس هاي هي فالقصة أنه أنت لازم تكون صادق في المعلومة أكثر ما تكون صادق في شخصيتك قدام الكاميرا ما هي المذعين كلهم الأخبار فيك مش شخصيته الحقيقية قابلوا برة بقول أنت المذيع أنت نفس الشخص اللي هناك ممكن يكون أحسن ممكن يكون أسفر بس أنا هاي الشغلة ما بعرفها حقيقة يعني ممكن الناس هي تعرف أكثر مني فإخوان اكتبونا في تعليقات هل محمد بالبودكاست اليوم زي محمد في فيديوهات ولا لا فبس هاي هي هلأ يعني من خلال الحديث هذا إحنا عم نشوف كتير انفلونسرز عم بسمحان انفلونسر المؤثرين عم بطلعوا طبعا موجودين في أمريكا احنا وياك عارفين أمريكا يعني حتى وانت في ولاية وانا في ولاية بس خلنا نحكي الصورة الصورة الكبيرة متشابهة حارتنا دايقة حارتنا دايقة بس هلأ عم بتشوف صنع محتوى اللي بيصيح اللي أنا وانت وانت فاشل وبقرر مصير الآخرين يعني انت فاشل وانا ناجح وانت ناجح وانا فاشل بس احنا عارفين عارفين اللعبة يعني ممكن كون صادق بس مش بالطريقة اللي بيحكيها او بتحكيها لانه في كمان عندنا بنات ما شاء الله حلو فشوريشال تلقل هذول الناس او للشباب اللي عم بيحضرهم يعني اذا قصدك على الشخص الاجبالي او فيه اشخاص كثير اشخاص بس والله يعني هو الشخص الوحيد حاليا ترند يعني جنون العظمة بس هذا هو واقعي والله انا ما دخلت عنده وشوفت شو عنده ولكن لو عنده مثلا انت بعمر تعتبر رجل اعمال وناجح ومثلا قد يكون عندك ملايين انا ما بارف قديش شي ولكن شخص متواضع ومحترم الناس تحترمك حبيبين ففيه فرق بين الناس في التعليقات تسب عليك تسب عبوك وامك واختك وتكون ساكت وانت بينك اراغوز وفيه فرق بين تكون محترم توصل معلوم باحترام ناس تحبك تحترمك وتكون حقيقي فانا يعني شفت لقاءات كثير لهيك ناس وشفتوا على الحقيقة حتى انا سمعت كمان انه نفس هدول الاشخاص عشان يشهروا دفعوا فلوس لناس في البلاد عشان يعملوا معهم لقاءات زي هذا بودكاست ودفعوا لهم فلوس عشان يكونوا معهم في حلقات وع تلفزيونات يعني هو فيك يعني كلها خدعة خدعة يعني عفوا لنوصل للشهرة أبو عمر يعني عفوا احنا في علاقاتنا تصلنا محتوى عم نتعرف رجال أعمال طيبين شروات حياك الله وناس بتحكي أنا بدأ صانع محتوى زي زي يعني مثلا انت احنا محكي برضو صانع محتوى وكارجو أعمال وناس معها ملايين وبتحكي في ناس كمان بمليارات متواضعين جدا وبينش عليه ما بيننا عليه وانت ما بتعرف انه هيك إلا بس تخلص واحد يقول لك والله هذا فلان أما انت واحد ما بيقول لك السنابل المحملة بالقمح بتكون متواضعة مائلة أما السنابل الفارغة بتكون شامخة وطالع لفور وطالع لفور فلا تكون فارغ وصوتك عالي وفزع لفور وبتغلط عن الناس وكله فيك يعني خلص احترم الناس غير الناس تحترمك فش داعي توصل معهم بس هو في زي ما بيحكوها فراغ أنا بمكن أسميها السوشال ميديا السوداء حلو هاي كلمة قدية السوشال ميديا السوداء اللي هي بتلاقي أشخاص بيستفزوا الناس وبيحاولوا يثيروا مشاعرهم عشان يغلطوا عليهم سبوا عليهم وينشهروا فأنت تخيل إنه أساسك زبالة ومسبات ووساخة فأنت شو راح تكون يعني مجاري يعني ممكن هالمجاري حدا ينظفها وتختفي بعدين طب أنت يا رجل الأعمال القوي الملياردير احترم الآخرين اخسرت وين حتصف وش هتقولهم رجعت نام في الشارع الشارع ولا إش دائم إلا وجه الله كريم نعم صحيح الإنسان لازم يتواضع ويحترم حاله ويارف حدوده ورحم الله مرئ فوقف عنده والمشكلة الأكبر أبو عمر إنه الناس هم اللي وصلوهم لهون يعني هو بس كبر وانشهر الناس صار تكبر فيه برضو الناس لسكون وعي أكثر أنا بحكي لكل الناس لكل الناس اللي بتابعونا اليوم إن شاء الله واحة اثنين عشرة مليون اللي بتابع هذا البودكاست لا تصنعوا لا تصنعوا من الحمقة مشاهير في ناس حمقة يعني أحمق مبين عليه ولا حبة أنت قاعد بتحطه اللايكات وبتمدحه وبتخليه مشهور فبس هاي رسالتي للناس يعني أعطوا الناس حقها وحدودها المحترم يحترم اللي بقدم محتوى حلو احكوله اشو حلو اللي بقدم محتوى تافه وبسبع الناس لا تدعموه يا أخوان أنتو بتدعموا الفتنة وبتدعموا الشر وبتدعموا الأمور اللي ممكن تأثر على البشر يعني هو عم بعلق على شخص فقير قاعد أبصر وين ومثلا هو في أمريكا مثلا مثلا أنت قاعد بتأثر سلبا عن الناس وهذا الإشي مش محترم تستفز الناس صراحة الناس على فكرة ذكية جدا قاماته أخوان وبتقيم وبتقيم الناس طريقة جديدة الناس هسا الآن تطلع علي بتقول لك هذا صادق أو كذب تعرف مين صانع المحتوى وفي ناس من قد بيعرفوا عنك تفاصيل بيعرفوا أهلك وبيعرفوا ناسك فأنت مكشوف يعني في كثير ناس إحنا بنعرفها عامل حاله إش كبير وعامل حاله مثلا متدين عامل حاله كذا وهو كذاب هو ما لا يمت للأمور هاي بصرح لأنه مكشوف والناس ترى بتعرف الناس دكية اللي بفكر الناس غبيه هو غبي نعم كلام صحيح بس هلأ أنا في شغلة تعلمتها من أمريكان وبحبها كثير اللي هي دون جج يعني بيحكو لك مين أنت تتحكم عن الناس صحيح أنت ما فيك تنظر أنت بتشوف من زاويتك أنا بشوف من زاويته ممكن تكون زاويتك صح ممكن زاويته صح بس كل واحد مسؤولا عن حاله يعني زي ما بيقول عن مثل البلد الفلاحي كل شيء معلق مع رقوبة يعني كل واحد مسؤولا عن اللي عنده صحيح على الأقل على الأقل تلاقي واحد بالمية اثنين بالمية اللي تفوت فيهم على الحياة العامة يعني إحنا هلأ بلشنا في أكاديمية مساعدة الطلاب ما شاء الله الانترناشن ستولنت لأنه أغلب الطلاب تيجي لهون ما بيعرف شو يروح وين يجو فأنا بحكي عن حالي عن شخصي يعني أنا يعني عم بحشر حالي كثير 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 لحتى أطلع حلقة أو حلقتين يعني إذا عندي في اليوم راح اليوم فبتطلع هذول الأشخاص عم يعني بكبروا الأمور بيهاولوها بطريقة وباخرة تكون تخدع على الشباب الجديد يعني ممكن تتحكي تشغلي عن الناس مش غبية بس بنحكي احنا على الجيل الجديد اللي هو حاب يكون غني بسرعة يكون عنده بسرعة بدي يصير مشهور على الفيسبوك بسرعة فبتطلعوا هاي الأشخاص إنه آه هاي سهل الأمور يعني متى إذا استحكيت إنه خمسمائة ألف ما راح تغطي لك دخلك صحيح فهو إذا عنده مليون واثنين مليون وثلاثة مليون ممكن هو قد يكون بيقول لك أنا معي فلوس وبزنس وكذا بس هو بجوزة هسه حاليا بعد من شهر السوشال ميديا بتغطيله فلوسه مزبوط وعايش نور السوشال ميديا مية بالمية فهي تكون سبب بس سبب بعدين إحنا إنا بالظاهر نعم أنا ما بأخوض في نوايا الناس ولا بدي أخوض فيها ولا بأخوض في قصص مليش فيها ولا بتوقع حتى أنا بحكي إيش شفته على الظاهر بس احترم الآخرين نعم احترم الآخرين احترم تحترم نعم قاعدة للكل عمر بن الخطاب قال ادعو إلى الناس بأخلاقكم نعم قل محترم الناس بتحققكم حتى مش ادعو إلى الناس قال ادعو إلى الإسلام بأخلاقكم إحنا مسلمين عرب مسلمين لازم أخلاقنا هي تحكي عننا ولكن إحنا للأسف حكيت لك يعني جيل التوكتوك و خرب الدنيا خرب الدنيا نصيحة أخيرة منك صانع محتوى ويوتيوبر وفوتوغرافر وكل هالإشياء اللي حابب يدخل على هذا المجال إيش بتحكي يبلش يباعد يفكر يدرس يلاقي حدا يشتغل معاه ولا يمسك التلفون ويبلش ويقول يا الله يعني هي بجوز نحشرها في أكمل نقطة أو نحصرها مش نحشرها هي نقاط أساسية اللي بده يدخل صناعة محتوى أو الشيء يجب أن يكون عنده الكاريزمة مهمة جدا يعني مهم أنه تكون شخصيتك قدام الكاميرا مقنعة للناس يعني صور حاله ويتطلع فيديوهات بالضبط ثاني إشي يكون عندك مهارات التصوير والمنتاج لأنه أنت مش معقول من الأول ما تبلش تروح تدفع للناس حي تصوير ومنتاج لأنه أنت مش مذيع ولا دارس داخلها مش راح يكون الداخل اللي بحلم في الناس ما في داخل ما في داخل عشر ألا وفمئة ألف في الشهر أبدا يعني كلهم صريف لو ما اتطرق لموضوع الدخل يعني راح أحكي لك أمور فضيعة يعني ثاني إشي المحتوى يعني يشوف محتوى مميز ما حدا غيره عمله أو إذا حدا عامل نفس المحتوى اعمله بطريقة مميزة وإخراج مختلف أو قصة مختلفة أو معلومات ما عم روح أتجابها أو طرق أو تجارب ما حدا سواها فما بصير أنت تضلك الضخ نفس الأفكار وهي مستهلكة لأنه أنت راح تستهلك نفسك تحرق نفسك ورابع إشي اللي هي استمرارية بصير إش واحد مثلا يجي ويقول لي أنا يوتيوب ولا فيسبوك ويجي يشتغلي شهر شهرين بعدين يوقف أنا بنصح دائما صناع المحتوى واحد بقول لي أنت أصنع محتوى وعنده إشي مميز بقول له اصنع لنفسك ثلاثين حلقة على الأقل بعدين بلش شوفهم اعرضهم تماعن فيهم بعدين بلش ليش إنسان يعني عفوا مثلا زي متزوج وعندي ولدين عندي شغلي وبشتغل يوتيوب وعندي كثير أمور عندي شركة ميديا كمان عندي شركة ميديا أكيد فموضوع إنه انت تيجي تسيطر عكل هذا ما بزبط فلازم تصور تلاتين فيديو عساس لو صار معك إشي في المستقبل وانت بتصور كون عندك باكب كون عندك باكب فهاي أهم إشي يعني أهم لقاط إنك تشتغل عليها قبل الخميس شكرا جزيلا إليك على حلقتنا اليوم إحنا كان بدنا نحكي أكثر لكن الجمهور بديش مل فإن شاء الله في حلقة ثانية بنحكي معك إن شاء الله وتفاصيل أكثر إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم